جماعة ههو رسميا ههو النصيحة جاية من أهل الخبرة وصحاب المهنة إن احنا نحافظ على العربيات الموجودة عندنا ما نحاولش نشتري عربية دلوقتي ونحاول إن احنا نقانتك بقى عربيات الموضوع كبير جدا يا أحمد ويا دونيا بس عايزة أبدأ من البداية ألف به إن أنا حافظ على عربيتي يا أحمد أول حاجة أفكر فيها إيه وأنا بكلمك قبل الهواء قلتلي إيه الزيت إمتى يتغير أول كل أنا بس عايز أسألك حاجة قبل الزيت أولا أنا دلوقتي ركبت عربيتي هل كل العربيات محتاجة تتسخن يعني سخن العربية قبل ما نبدأ نمشي ولا في بعض العربيات أدخل العربية أدور وأمشي الموضوع ده فيه جدل كبير قوي بس خلينا نجيبها ببساطة كده أنت أول ما بتركب عربيتك بتربطي الحزام بتزبطي الأنوار بتزبطي الطابلو بتشوفي كل حاجة في مكانها فده بياخد مثلا من ديئة لتلت دايق فده وقت كافي قوي أن أنت تتحركي بالعربية بعد التلت دايق هتسخني موضوع التسخين ده هو المطور لما بيسخن بياخد أحسن أداء للزيت ده حاجة احنا متفقين عليها لو طبعا الزوجة مزبوطة بس أنت هتسخني نص ساعة ده كتير جدا ده مضيع للوقت أسخن ثلاث دايق يعني أقصى حاجة تعتبر يعني أنا أول مركب العربية بتزداد الجميلة أفتح العربية وسخن عشان العربية تبدأ تسخن عبال مانا إيه بتدوري آه بالزبط أحط الحزام أعود أحط الموبايل أحط السماعة اللي عنده تزبطي نفسك في العربية أحط شنطتي وزبط نفسي تتحركي وكمان لو العربية لسه مسخنتش الزوجة بتاعت الزيت مش مزبوطة فبلاش الأرس عليها يعني الأرس إزاي الضغط على البنزيء بالزبط كده ما تعديش تلاتة أربية ما بيأثر على السحب مش بيأثر على السحب هو بيأثر على المحرك نفسه مع العمر الطويل يعني بتقليلي العمر بتاع المحرك نفسه بس عارف أنا بحس إيه لو أنا مسخنتش العربية إن العربية برضو تقطيع مش طلعة لو هي عربية حديثة لو عربية حديثة لو حصل الموضوع ده معاكي ففي مشكلة في السيامة العربية في مثلا برشهات عايزة تتغير فيه فلتر فيه حاجة مأسرة فلتر كتمها ممكن فلتر الهواء لو مزدود خالص هو ده تنفس العربية ما فيش نفس دخل المطور هتبرجل لحد ما بتسخن يعني يا دنيا إحنا ما بنركب العربية نسخنها أيا كان حديثة قديمة على الأقل تنسخن تلات بقية ده ده أقل حاجة آه آه تمام ولو انت هتمشي ومستعجلة لشان برضو الناس تبقى لما كل المواضيع مستعجلة أنا عايزة تدور العربية وامشي دي ما فيهاش مشكلة ما اتغطش على البنزين ما فيهاش مشكلة بس ما اتغطش جامل أمشي واحدة واحدة يعني واحدة واحدة كده ما عديش تلاتة ربيم الاربيم ده اللي هو عدد لفات المطور فما تعديش تلاتة ربيم بس أما هي الموضوع فيه جدل أنا مش عارف صراحة الناس مكبراها قوي في موضوع التسخين العربية ده نص ساعة بقى ده ده كتير قوي وحتى بالذات في الجاراج انت فيه من الشكمان بيخرج رواقع هتتخنق حد طب وانا بسخها العربية بقى فتحة الشبك هي مش فتفرق بس انت مش هتتسخنينها برضو وقت كبير سواء فتحة الشبك أو قف لا دي ما فيهاش مشكلة خالص المهم ان انت ما تقرسيش على المطور لعد ما اللزوجة تبقى مظبوطة في المطور نفسه اللزوجة بتظبط بعد ما السخونة بتوصل للحد بتاعها المظهور انت كده بتدخلني على موضوع الزيت طبعا اه الزيت اهم حاجة الزيت اهم حاجة متى متى نغير الزيت بتاع العربية يا جماعة نفسي هو فيه قويل كتير في الموضوع ده بس هو الزيت اصلا احنا بنجيبه على حسب اللزوجة المكتوبة في كتالوجة العربية دي كلنا متفقين عليها وبنمشي عليها على حسب الكتالوج اللي بيحصل بقى ان استخدامك هو اللي بيجبرك تغير الزيت بدري ولا متأخر متأخر دي اقصى حاجة فيها 10-12000 على حسب الزيت اللي انت جايباه ماركة نضيفة او لا دي حاجة اساسي واهم حاجة في العربية اللي هي في خلال الـ 15 سنة او الـ 20 سنة اللي فاتوا يبقى الزيت تخليقي بالكامل فيه ناس كتير بقى بتعدل 100000 كيلو لوحدهم يحطوا زيت معدني زيت معدني ده اللي هو 5-13000 ودي حاجة الزيت معدني ده معمول للعربات القديمة لانه فيه شوايب وفيه حاجات اصلا مش متنقية زيت الزيت التخليقي بالكامل زيت التخليقي بالكامل بيخش في معامل عشان يتنقى وبتعمله شركات وبيصرفوا عليه بالمعنى الاصحي يعني فممكن يقعد 10-1000 ممكن لو حضرتك استخدامك خفيف بالعربية يعني ما فيش مثلا زحمة كتير مش سواء قصية يعني ما بتجريش عربية وراكي ما بتلفش كتير بالعربية في اليوم ما بتقفيش في إشارات كتير بأكتر من نص ساعة مثلا في اليوم كله فده استخدام عادي ده وانت ما استخدمتيش كل ده يبقى انت استخدامك عادي بتروحي مشوار ترجعي بسيط فالزيت يتغير 10-1000 ما فيهوش اي مشكلة بتقفي في إشارات كتير يبقى فيه ساعات مهضرة بتقفي بالعربية كتير فيريد تغيريه على 8-1000 ولو حد مثلا شغير بالعربية بيلف طول اليوم يروح يكشف عند فني على الزيت كل فترة كده لهو بيشتغل طول اليوم يعني دي ناس معينة اللي هي شغلة على العربية هشغلة على العربيات يكشف كل 6000 كيلو مندوب مبيعات مثلا طول النهار بيمط من هنا لهنا عربية أجرة مثلا عربية دورية بيشتغل بالعربية طول اليوم لزوكة الزيت خواصها بتتفقد في الزحمة الشديدة في المشي البطيء في اللف الكتير اتحملي عليها أوزان تقيلة فكل دي يعني أنا لو بحمل في عربيتي أوزان تقيلة طبعا دي أثر على الزيت بتأثر على أنا أول مرة أعرف المعلومات دي هي مش بتأثر على الزيت أنا أول مرة أعرف معلومات كتير أصلا لا أنا معاك في أي حاجة المطور نفسه بيبقى متحمل عليه يعني اللوت زيادة آه اللوت زيادة بتأثر على كل حاجة بقى مش الزيت بس يعني البنزين كمان بيبقى استهلاكه أكبر أنا كده مش هاركت حد معايا خالص لا أنا كمي معاك أربعة الرفيعين بس ما يركبه أي حد أي حد يعمل ضايت يركبه و أي حد يحط لي حاجة في شنطر لا ما تحط ليش حاجة في الشنط أو عشان عزم العربية كمان يبقى كويس معاك لو في طريق سفر أو حاجة أربعة بيكي اتنين قدام و اتنين وراء ممكن طفل صغير على حسب طبعا كمان كل عربية بتختلف عن التانية لأن في مواتير قوية بتستحمل أكتر من أربعة يعني احنا مش هنقول حاجة سابتة هي في مواتير مثلا 3500 سيسي ده يستحمل عادي ما فيش أي مشكلة احنا خلينا في الـ 1600 بكتير خلينا في الـ 1600 أربعة أربعة حلو أو أربعة ويكون طفل كده قاد في النص بكتير آه آه